اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جزئية والجزئية دي ماهيش قليلة في المنهج بتاعنا وعناصر وموضوعات الحديث فيها متعددة ومتنوعة وكتير جدا اللي هي الميزانية الطولية وطبعا الميزانية الطولية عندي طريقتين للحل او العمل عليها طريقة الاولى منسوب سطح الميزان يعني بيجي كده في المسألة او في التمرين يقول لي المطلوب اجراء ميزانية طولية بطريقة منسوب سطح الميزان دي الطريقة الاولى اما الطريقة الاخرى اللي هي طريقة الارتفاع والانخفاض النهاردة ان شاء الله هنعمل كده القاء ضوء وجزئية مهمة ونعمل عليها حدود ونكبرها بزوم على الجزء الخاص بمنسوب سطح الميزان ازاي اجري عملية ميزانية طولية بطريقة منسوب سطح الميزان ولكن انا حابب دايما في بداية كل حلقة ان انا بركز على العناصر والموضوعات الخاصة والشيقة اللي بتكون داخل كل درس من درسنا المعمرية انا عندي مجموعة من المصطلحات والرموز اللي موجودة داخل الميزانية دايما اقول لاولادي او يا ابناء الطلبة اذا الميت بيه العناصر دي وفهمتها لان دايما برضو تاني بأكد ان انا مش عاوزك تكون حافظ قد ما تكون فاهم عشان ان شاء الله نعبر بيك الى بر الامان وكمان ان انت اذا امتهنت بمهنة المساح تقدر تقول ان انا اتعلمت وفهمت ودرست صح مصطلحات ومهارات فنية مساحية بشكل سليم في ايام دراستي في الدبلوم الخاص بتخصتنا المعمرية طيب النهاردة ان شاء الله هنبدأ زي ما قلنا في الميزانية ولكن بطريقة منسوب سطح الميزان هنكون محددين في الحلقة بتاعتنا لن نخرج عن الاطار او المجال اللي بدأنا في الكلام عن منسوب سطح الميزان يعني زي ما بنقول من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله ولكن نكون ملمين بجزئية الجزئية نحط ايدينا عليها ونكون فاهمنا مع عناصر المراجعة اللي احنا قمنا بها قبل كده وتكلمنا عن الميزان وانواع الموازين وتكلمنا في تركيبة ومكونات ميزان الامل اللي هو الليفل ويتعرضنا لمجموعة من المصطلحات انواع الميزانية واغراض الميزانية واشكالها واتكلمنا في الموضوعات الكتيرة الخاصة بيه الجانب النظري في مادة المساحة لطلاب الصف الثالث النهاردة ان شاء الله بقى هنبدأ مع بعض كده بمصطلح دايما هتسمعه ودايما يكون دارج وموجود عندك اللي هو مؤخرة مقدمة منسوب سطح الميزان منسوب سطح النقطة طب منسوب المقارنة طب نقطة الدوران كل المقاط دي عناصر لموضوع حلائتنا النهاردة هنتناولها مع بعض ولكن خلوني مع بعض كده بداية غريبة غير كل بدايتنا العادية ان احنا دايما بنروح للشرايح ونبدأ منها ثم ننطلق في التعريفات لا انا حابب النهاردة ابدأ معاك بشكل عملي في المراجعة هنجيب الورقة والألم بتاعتنا وهنشتغل عليها ونعرف اصلا البداية في بداية المساح لشروعه في عمل او رفع مناسيب خاصة بطريق بيبدأ ازاي ومن الشغل ومن خلال الشرح العملي المعمل اللي احنا هننفزه مع بعض دلوقتي هتقدر انت تستنتج لان انا زي ما قلت مش عاوزك تكون فاهم قد من عاوزك تكون مش عاوزك تكون حافظ عاوزك تكون فاهم قد من عاوزك تكون دايس وفاهم ودارس للمعلومات والمفاهيم الخاصة بالمصطلحات المساحية اللي موجودة عندنا ما تحفظش انا عاوزك تطلع من الشغل العملي اللي هنشتغل دلوقتي والمعلومات اللي هنتكلم عليها عمليا وبشكل عملي على الورقة والألم ونشوف ازاي المساح بيبدأ بعد كده يطلع حاجة اسمها مؤخرة يعني ايه نقاط دي المتوسطة اللي موجودة ما بين المقدمة والمتوسطة ويعني ايه نقطة الدوران وليه سميتها نقطة الدوران ونشوف الكلام ده كله مع بعض على الورقة والألم ثم بعد كده هنرجع لها نشوف الكلام اللي احنا قلنا ده بشكل عملي موجود عندنا في الصلاة بتاعنا في الشرايح وبيتكلم عليها ازاي بشكل ايه بشكل نظري طبعا هيكون ده لجانب النظري والحفظ والاستسكار اما اللي هيكون موجود امام حضراتكم كمان شوية واللي هنعمله ده بشكل عملي عشان المعلومة تثبت عندنا ونكون فاهمين مش حفظية نروح مع بعض كده ونبدأ في الورقة والألم ونشوف مع بعض كده عندنا طريق من الطرق الراجل هيجري عليه ميزانية الميزانية دي اسمها ميزانية طولية طيب الميزانية الطولية دي هنفترض اننا وليكن عندي طريق بالشكل الواضح امام حضراتكم ده كده وهو طبعا طريق غير مستوي فيه ارتفاعات وفيه انخفاضات طيب انا عندي الراجل المساح اول ما هيجي يشتغل طبيعي طبعا ان هو هينصب الميزان بتاعه على بداية المفروض ان ده اتجاه الطريق يعني الشغل عندي هيكون فيه الاتجاه كده يعني ده بدايته والطريق هنا ده النهاية بتاعته او مستكمل الى الجانب الاخر ولكن البداية من هنا طيب هيبدأ ينصب الجهاز بتاعه اهو شكله كروكي كده ليه الجهاز بتاعنا والمفروض ان هو هيتجه كده فمن الطبيعي عندي والمتعرف عليه او اللي هو في دماغ كل حد كده فيه اعمليات التنفيذ ان هو بيمشي في اتجاه فيه اتجاه الطريق طيب هنا بقى المساح بيعمل حاجة معاكسة جدا لما تألفت عليه العقول زي ما بنقول او اللي احنا تألفنا عليه ان انت دايما متعود بتمشي فيه اتجاه الطريق بتاعك او فيه اتجاه الخط اللي انت بصدت تنفيذ طب انا هنا هعمل ايه هو بيعمل حاجة كده بيقوم اول حاجة خالص له بيقوم واخد لافف وش الميزان بدل ما هيمشي كده بيعمل حاجة بالعكس بيلف الجهاز الناحية التانية وبياخد هنا اراية الاراية دي على الامة اهو القراءة اللي هو رصدها هنا على الامة وتكلمنا طبعا على الامة وعرفنا ان هي عبارة عن مصطرة مدرجة بياخد قراءة وليكن مثلا واحد متر القراءة الاولانية دي عشان هو لف وشه وبقى عكس الطريق بتاعه بنسميها مؤخرة اه طب حد بقى كده يقدر يقول لي تعريف المؤخرة ايه وهو ده بقى اللي انا طلبه منك وطلبه انك انت زي ما تكلمنا تكون فاهم مش حافظ ان هي اول قراءة على الميزانية يبقى كده خلاص عرفت المؤخرة بدون حفظ هي اول قراءة بياخذها المساح او بتأخذ في الميزانية طب خلي بالك هي في البداية بداية الميزانية هي اسمها مؤخرة بس عندي حاجة كده هنتكلم عليها كمان شوية ان عدسة الميزان ده في بعض الاوقات ما بتكونش ما بتجيبش باقي الشغل لانها ليها مدى معين طب لما هيجي ينقل الميزان لما هيجي ينقل الميزان هيضطر ان هو يغير الميزان او مكانه يبقى المكان اللي هيتنيل فيه هيضطر يعمل زي ما بدأ فيه البداية ويعمل مؤخرة اخرى اذا عملية النقل دي اسمها اوضاع يبقى كل وضع فيه مقدمة وفيه مؤخرة بتكون مؤخرة واخر نقطة فيه المشروع بتقال عليها مقدمة طب نشوف مع بعض كده خد كمان قراءة اهو ننفذ الكلام ده بشكل عامل عشان يظهر عندنا خد كمان قراءة وخد كمان قراءة هنقول اهو وكمان قراءة زي كده على اه الاشكال دي كده اهو بشكل مختلف طبعا هو خلاص العدسة الميزان ما عادش جايبة يعني دي اخر قراءة هو توصل لها او قدر يشوف القراءة دي وليكن مثلا متر وخمسين القراءة دي الاخيرة دي بنسميها احنا بنطلق عليها ايه مقدمة يبقى المقدمة لو انا وجيت اقول لك عرف للمقدمة المقدمة هي اخر قراءة خلي بالك فيه الميزان طيب خلي بالك بقى لان هو ممكن بعد كده يتكرر الوضع معايا يبقى اخر قراءة فيه الميزانية وكذلك اخر قراءة فيه الوضع الواحد لان العملية اللي تمت على بعضها دي اسمها وضع اول يبقى اول حاجة عملها هو نصب الميزان بعد كده اخد اراية بعكس الطريق سميناها مؤخرة اطلقنا عليها مؤخرة واخد المنسوب بتاعها بعد كده بيكمل الارايات بتاعته كل اللي بييجي في النص ده اسمه متوسطة متوسطة طب هو ممكن يتعدد المتوسطات دي مستر اه طب هو وارد ان هو يبدأ بمؤخرة وينتهي بمقدمة في الوضع الواحد دون الحاجة ليه متوسطات اه وخلي بالك دي دايما بتيجي في التمارين ويكون قصد بها يشوف الطالب الفاهم اللي هو متابع للدروس من الطالب اللي هو حافظ او للأسف بيكون غاشش الميزانية وبالتالي ما بيقدرش يقدر يفرق او ما بيقدرش يعرف ان هو يفرق ما بين المتوسطات والمقدمات والمؤخرات طبعا ده كله على بعضه كده اسمه وضع اول بعد كده بينقل الميزان اهو عشان خلاص العادة سمعتش جايبة وبيبدأ يروح لمكان تاني وموقع اخر المفروض انه هيكمل في اتجاه الطريق صح كده يعني المفروض يمشي كده اهو ماشي ما فيش مشكلة ولكن البداية بتاعته هتكون بداية مختلفة شوية زي ما بدأ في بداية الطريق هياخد اراية بالراجع الاراية دي اسمها مؤخرة ولكن خلي بالك مؤخرة فين في الوضع التاني طب اللي حصل بقى عندي على النقطة دي النقطة دي سابتة من اللي تغير الميزان يبقى النقطة دي على بعضها كده اللي تغير عندها الميزان دي واتخد عليها قراءتين بنسميها نقطة دوران اه يبقى انا هنا طلعت كده بمعلومات كتيرة جدا نقدر نسترجعها مع بعض الاول قبل ما نكمل الموضوع بتاعنا او الرسم بتاعنا او الشكل بتاعنا الا وهو ان عندي المؤخرة هي اول قراءة في الميزانية وربما تكون اول قراءة في الوضع طب المقدمة العكس بتاعها بتكون هي اخر قراءة في الوضع وكذلك اخر قراءة في الميزانية بشكل عام طب ما بينهم او المتوسطات هي القراءات الواقعة ما بين المؤخرات والمتوسطات طب نقطة الدوران نعرف نقطة الدوران ونقول من خلال الشكل بتاعنا اهو بشكل عملي هي النقطة التي يأخذ عندها او عليها منسوبين احدهما او قراءتين احدهما مقدمة من الوضع الاول والاخرى مؤخرة من الوضع الثاني يبقى انا كده عرفت ايه مجموعة تعريفات هتجي لنا بعد كده بشكل نظري ثم بيستكمل بعد كده القراءات بتاعته على المناسيب اهو المختلفة التانية هنقول ان هو كده خلاص ما عادش شايف دي هتبقى مقدمة في الوضع رقم اتنين ده وضع رقم كام رقم اتنين ثم بعد كده بين الميزان ويرجع يعمل الوضع رقم مثلا ثلاثة اهو وبيبدأ ياخد برضه قراءات القراءات دي بالشكل كده هياخد واحدة بالراجع كده اسمها مؤخرة اللي اتنقل النقطة دي سبت اللي اتنقل عندي هو الميزان اذا النقطة دي على بعضها كده اللي هو اتغير عندها الميزان دي اسمها نقطة ايه برضه نقطة دوران نقطة الدوران ان هي اتاخد عليها قراءتين احدهم مؤخرة والاخرى مقدمة وبيبدأ بعد كده برضه يكمل اهو وصولا الى اخر قراءة في الطريق لو هنقول ان ده نهاية الطريق اخر قراءة دي هيبقى اسمها ايه هيبقى اسمها مقدمة واللي ما بينهم اسمها متوسطات على حسب العدد اللي موجود عند يبقى ده كده توضيح لعناصر الدرس بتاعنا والميزانية وخطوات اجراء الميزانية بداية من المؤخرة وصولا للمقدمة تاني ومثلا وضع ثالث وممكن تتعدد الاوضاع وصولا لنهاية الطريق بتاعي الى نهاية الطريق كل اللي تم ده اسمه اجراء ميزانية والرصد ده عبارة عن رصد مناسيب النقاط طيب ننتقل بقى الى جزء اخر بعد ما تكلمنا عن الجزء الخاص بالميزانية وكيفية اجراء الميزانية والمؤخرة والمقدمة وكذلك الحديث عن المتوسطات هننتقل لجزء اخر من اجزاء الميزانية عندنا وهو الكلام عن منسوب سطح المقطة ومنسوب سطح الميزان ويعني ايه المنسوب سطح الميزان انا بجيبه منين وبأجري عمليات الحساب له ازاي طبعا الكلام ده نشوفه بشكل عملي اكتر منه نظري وننفذه بالورقة والقلم لو انا هقول ان انا عندي جدول الميزانية زي كده الجدول ده بيكون جدول سابت انا اطار سابت انا بعمله فيه بداية الميزانية عندي وبيبدأ عندي خلي بالك زي ما بدأنا فيه الرسم من شوية وتكلمنا بداية الجدول بتمشي مع بداية تنفيذ الميزانية يعني انا كنت بدأت بالايه اول قراءة عندي كانت مؤخرة ثم بعد كده جات ليه جات لمتوسطة ثم متوسطة ثم مقدمة في نهاية الوضع الاول طب بعد كده عدسة الميزان ما عادش جايبة فبالتالي فبيضطر ان هو ينقل نقل الميزان حتى هو في المسألة بيقولك ثم نقل الميزان نقل الميزان لانه هو طبعا العدسة ما عادش جايبة معاه او البعد بتاعها او الزوم بتاعها ما عادش جايب وبالتالي حيضطر ان هو ينقل الميزان عشان يستكمل باقي مناسيب النقاط على الطريق اللي موجود عنده طيب بعد كده هيعمل اراية بالراجع في النقطة التانية او الوضع التاني بيعمل اراية بالراجع بعكس الطريق وياخد قراءة اسمها مؤخرة النقطة دي اللي هو اخد عليها مؤخرة دي اسمها نقطة الدوران عشان هو اخد عليها قراءتان احدهما مقدمة من الوضع الاول والاخرى مؤخرة من الوضع الوضع التاني طيب الكلام ده بقى بيكون منسق فيه الجدول بتاعي بشكل ايه بشكل سابت حسب ترتيب القراءات بمعنى مؤخرة بعدين متوسطة خانة لمتوسطة بعد كده خانة ليه المقدمات اللي هي في الاخر ثم بعد كده عندي حاجة اسمها ميم سين نون اللي هي منسوب سطح النقطة وبعد كده عندي حاجة كمان اسمها ميم سين ميم اللي هو منسوب سطح الميزان طيب نبص كده مع جدول مفرق كده مع بعض ونشوف العملية دي بتتم ازاي والجدول انا بنسق فيه وبجيب منسوب سطح الميزان ده منين بعد كده نجري حاجة اسمها التحقق الحسابي ثم نرجع بعد كده نرجع للشرح بتاعتنا عشان نشوف كل الكلام اللي احنا تكلمنا عليه بشكل عملي ده هيكون موجود الكلام عنه بشكل نظري ازاي نبص كده على الورقة مع بعض ونشوف ده الجدول بتاعنا شكل الجدول بتاعنا متأسم لمؤخرة ثم متوسطة ثم مقدمة بعدين خانة اسمها منسوب سطح الميزان والخانة اللي بعدها اسمها منسوب النقطة الكلام ده طبعا موجود في الجدول بتاعنا بنبص عليه وبنحسبه فانا بقول ان منسوب سطح المقطة خلي بالك من المعلومات اللي انا هقولها وحبك انك انت تدونها عشان لما تيجي تسترجعها بعد كده تكون المعلومة سهلة وسلسة عندك وتقدر ان انت تتحصلها بسهولة ويوسف عندي منسوب سطح الميزان منسوب سطح الميزان انا بجيبه ازاي او منسوب المقطة البداية في البداية الاول بحسبه ازاي ازا كان هو في بداية المسألة او في التمرين مديني منسوب النقطة الاولى فبيقول لي عند اجراء ميزانية اخذت القراءات التالية وبيديني مجموعة من القراءات وبيقول لي ثم نقل الميزان او حسب طبيعة السؤال فممكن يقول لي القراءات التي بين الاقواس عبارة عن مؤخرات او مقدمات وانا بعد كده بكمل جدول الميزانية بتاعي طيب انا هنا بيلزمني بيلزمني ان هو بيكون مديلك منسوب النقطة يبقى انا محتاج اجيب منسوب سطح الميزان طب منسوب سطح الميزان بيساوي ايه منسوب سطح الميزان بيساوي مجموعة حاصل جمع المؤخرة اللي هي بتكون موجودة في الجدول اول الجدول على منسوب النقطة يبقى انا بجمع منسوب النقطة زائد منسوب المؤخرة اللي موجودة عندي بيديني منصوب سطح الميزان لو بصينا مع بعض كده وشفناها بالورقة والقلم اذا حبينا ان احنا نوضحها فانا بقول لو انا عندي منصوب نقطة زي مثلا وليكن 20 متر زي كده اهو الورقة موجودة عندي 20 متر دي بجمعها على المؤخرة اللي موجودة هنا وليكن لو هي 1 متر بتديني 21 متر ده بيكون على منصوب سطح الميزان الكلام ده طبعا بيكون بشكل عملي اسهل واحسن طيب بعد كده المفروض منك او المطلوب في الميزانية ايه المطلوب في الميزانية ان انا احسب او اطلع مناسيب النقاط خلي بالك لانه هو عندي جدول كده خاص بمناسيب النقاط مناسيب النقاط دي هي المحصلة بتاعتي في النهاية طب منصوب انا كده جبت منصوب سطح الميزان وقلت لك ان انا بجمع منصوب النقطة لو هو مدهاني في الاول منصوب النقطة الاولى على المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان طب النقاط بقى اللي هي مطلوبة عندي واللي هي بنان عليها انا هاخد درجات بجيبها ازاي بجيب منسوب النقاط عندي من حاصل طرح المتوسطات والمقدمات من منسوب سطح الميزان اللي هو حضرتك حصلت عليه من شوية بيبقى بطرح منسوب النقطة اللي هي المتوسطة ناقص منسوب منسوب النقطة وبطرح منه منسوب المقدمات والمتوسطات لو انا عندي وليكن هنا واحد متر مقدمة وعندي مثلا هنقول لو انا هنا مثلا كده خلي دي واحد وحنقول النقطة وليكن هنا كمان اتنين والنقطة هنا وليكن مثلا تلات مقدمة طيب انا عاوز اجيب خلاص انا عرفت دي جات منين دي جات من حاصل جامع دي كانت موجودة عندي في الميزانية جامعتها على المؤخرة الداني واحد وعشرين طيب واحد وعشرين ده اللي هو منسوب سطح الايه سطح الميزان طيب انا عاوز اجيب باقي المقاط دي انا معرفاش المقاط دي معرفاش وهي دي اللي انا هاخد عليها درجات اجيبها ازاي بقول ان منسوب النقطة منسوب النقطة ميمسين نون بيساوي اهو حاصل طرح طرح المتوسطات والمقدمات من منسوب سطح الميزان طيب ضعنا نجري الكلام ده ونشوف كده بشكل عاملي خلاص انا نفز وجبت المنسوب الميزان الاول هعمل اطرح الواحد ده من منسوب الميزان هيديني منسوب النقطة يبقى 1 من 21 يسوي كام 20 بعد كده النقطة اللي عليها الدور اللي هي 2 بترححها من ال21 هيديني مثلاً 19 بعد كده 3 اهو من ال21 هيديني كام هيديني هنا 18 بنفس الطريقة طيب ايه بقى او ايه اللي هيختلف عندي هيختلف عندي ان انت اول ما هتجي لك هنا بما انك وصلت لي مقدمة هتلاقي أصادها على طول مؤخرة طب المؤخرة ليه أصادها يا مستر لأنك لو بصيت على الرسمة اللي احنا رسمناها في البداية هو من شوية هتلاقي إن المؤخرة والمؤخرة والمقدمة في الوضع التاني هما اللي اتنين كانوا على خط واحد اللي تحرك مين اللي تحرك الميزان بتاعي إذن هما اللي اتنين في الجدول بيكونوا أصاد بعض في القراءات في الجدول يبقى القراءة اللي أصادها على طول هل يكون مثلا خده هو بيقراها أراها وليكن مثلا خليها 400 يبقى أنا هنا كده بما أني ظهر عندك مؤخرة يبقى هتعمل اللي عملته في البداية ليه؟ لأن منسوب سطح الميزان اتغير عشان أنت نقلت الميزان عشان تكمل الميزانية بتاعتك طب في البداية أنت عملت ايه؟ كنت جمعت منسوب النقطة الأولى على المؤخرة يديك منسوب سطح الميزان الأول نفس القصة ونفس الكيفية وبنفس المنطق هيجرى نفس العملية يبقى أنت هتجمع منسوب النقطة اللي موجودة هنا في الوضع التاني على المؤخرة عشان يديك منسوب الميزان الجديد يبقى عندك 18 زائد 4 يساوي 22 يبقى أنا كده عملت منسوب سطح ميزان جديد لو أنا عندي باقي النقاط وليكن مثلا 2 3 1 أي مكان النقاط وليكن كده مثلا بعد كده 6 في المنسوب الأخير يبقى أنا كل اللي هعمله أنه هطرح دي اللي هي المتوسطة من منسوب سطح الميزان زي ما كنت بعمل فوق وكمل الميزانية بتاعتي كده أهو أطرح ده من ده ثم ده من ده كده 21 بعد كده ده كده أهو 4 18 وارجع أكمل كده زي ما أنا شغال لحد ما بوصل تاني ليه منسوب نقطة جديدة منسوب النقطة الجديدة اللي هي نقطة الدوران هشوف النقطة اللي وصدها وليكن مثلا لو كذا كانت 3 بشوف المنسوب النقطة اللي عندي هنا كان أجمعه على المؤخرة يديني منسوب سطح ميزان جديد وكده أكون قدرت إن أنا أفرق ما بين منسوب النقطة بجيبه إزاي منسوب سطح الميزان بجيبه إزاي المقدمات هي إيه المؤخرات هي إيه منسوب سطح الميزان بحسبه إزاي وخلي بالك إن أنا عندي جزئية دايما بأكد عليها إنه من الطبيعي بيقول لي دايما بيديك منسوب سطح بيديني منسوب سطح النقطة يعني دايما في الأسئلة بيكون عندي منسوب سطح النقطة ممكن تختلف ويديني منسوب سطح النقطة الأولى أو منسوب نقطة الدوران الأولى وخلي بالك من الفر أو منسوب النقطة الأخيرة طيب هي بتفرق يا مستر طبعا بتفرق والحاجة التانية كمان اللي أنا عاوز أوصل بيك لها إن أنت لما جيت كان بيديني منسوب سطح النقطة جماعته على المؤخرة اداني منسوب الميزان وبالتالي استكملت الميزانية وطرحت المتوسطات والمقدمات من منسوب الميزان سطح الميزان اداني منسيب النقا طب انا ممكن اعمل ايه ممكن وارد جدا انه هو في بعض الاسئلة ما يدكش الميزانية بشكل مباشر ويقولك منسوب سطح النقطة لا ده يقول لي منسوب سطح الميزان الاول واليكن مثلا 20 مت طب انا اعمل فيه ايه ما انا عاوز اقولك بقى ونكتبها بالورا ولا لا ممكنه مع بعض احسن ان كان عندي منسوب سطح النقطة جمعته زائد المؤخرة سوى عندي منسوب سطح الميزان تمام او جميل كده طيب العكس بقى اذا كان عندي اللي موجود او المقطة عندي منسوب الميزان يبقى اللي كنت بجمعه هعمل ايه سامي حد من ابنها بيقول هنطرح فعلا يبقى منسوب سطح الميزان لو هو مش موجود عندك لو هو مدهوني المش مديني منسوب النقطة منسوب النقطة ده اللي هو كان موجود عندي اساسا فيه ومعلوم اهو لو موجود اعمل ايه اطرح عشان اجيبهم ه انا كنت بجمع منسوب النقط على المؤخرةwedيني منسوب سطح الميزان طب انا موجود عندي منسوب الميزان وموجود المؤخرة ومش موجود عندي منسوب النقط يبقى اجمع منسوب النقطة طب خلينا نشوفها بالشكل العاملي اكتر طيب اهو لو انا عندي الجزئية زي ده زي التمرين او السؤال اللي احنا عملناه ده من شوي انا العشرين جمعتها على المؤخرة اللي هي واحد يدامي منسوب الميزان اللي هو واحد وعشرين ده كان معلوم وهو كان من الدهون طب لو ده مش موجود عندي والواحد وعشرين هي اللي موجودة اعمل ايه يبقى انا بدل ما كنت بجمع هطرح عشان استنتج ده كام يبقى هنا بدل ما كنت بجمع ده على ده الدني ده يبقى انا اطرح المؤخرة من منصوب الميزان يديني منصوب النقطة وليكن واحد من واحد وعشرين تساوي عشرين وكده اكون قدرت ان انا اوصل لمنصوب النقطة اللي هي كانت مجهولة عندي طيب عندي بعد كده حاجة وجزئية تانية اخرى اللي هي حاجة اسمها التحقق الحسابي وعاوز اكد لولادي الطلبة على جزئية التحقق الحسابي وبلفت نظره من التحقق الحسابي ده حاجة تشك كده انت بتعمله وانت موجود داخل اللجنة او امام ورقة الاجابة بتاعتك بتعرف اذا كانت الميزانية عندك او الحل بتاعك صح ولا خطأ طب ليه لان هو بيقولك حتى كمان بيكون موجود في التمرين ده عنصر من عناصر الدرس اللي بيكون موجودة عندك بيقولك ايه المطلوب حساب مناسيب النقط يبقى ده مطلوب رقم اتنين ساعات كتير يقولك احسب طول الجسر وطول الجسر يعني طول الخط كله طيب نوضحها الجزئية دي قبل ما ننتقل ليه الجزئية اللي احنا كنا بصددها اللي هي مناسيب النقط والتحقق الحساب طول الجسر لو انا عندي طريق بيقولك ان اجريت ميزانية على طريق طوله مثلا غير معلوم هو ما يعرفش انت لا تحسبه اللي هو الميزان اللي هو هيقصد دي بعد كده الجسر الطريق اللي هو الجسر طيب ولكن اخصت القراءات كل مثلا خمسين متر يبقى كل بين قراءة والاخرى خمسين متر طيب القراءة الاولى محدش بقى من ولادي يقول لي القراءة الاولى او النقطة مقطة البداية الاولى هتكون خمسين متر لا طبعا هتبدأ منين تبدأ من الصفر ثم بعد كده خمسين بعد كده مية مية وخمسين ميتين تلتمية وخمسين تلتمية وخمسين ربع مية مية وخمسين وصل لنهاية الطريق وليكن كام 500 يبقى طول الجسر بعض يا ابنائي بقى بيخطأ وبيبدأ يجمع كل المقاسات دي على بعض وبالتالي النتج بيطلع غلط طول الجسر اللي هو اخر مقاس او اخر مقياس انت وصلت له هو بدأ من الصفر وانتهى بي 500 عند 500 متر ده نهاية نهاية الجسر او طول الجسر بتاعك طيب بعد كده الجزء التاني الجزء التاني من عملية التحقق الحسابي ان هو بيقول لك عشان تعرف ان الميزانية بتاعتك ميزانية سليمة بتعمل عمليتين في التحقق الحساب العملية الاولى ان يكون عدد المقدمات في الجدول يساوي عدد المؤخرات اول شك كده انت بتعمله وانت قاعد في الامتحان وانت بعد ما حطيت الجدول بدأت الجدول بتاعك وبدأت تحط النقاط والمناصيب في الجدول بتاعك بتأكد على ان لازم لازم في التحقق الحسابي يكون عدد المقدمات بيساوي عدد المؤخرات فبتقول عدد المقدمات يساوي 4 مثلا وعدد المؤخرات يساوي 4 هو طلبه منك في التحقق الحسابي طيب الجزء الثاني الجزء الثاني واللي هيخليك تتأكد انك انت الحل بتاعك سليم ولا لا انه هو في التحقق الحسابي بيقولك مجموع المقدمات يعني ما تجمع المقدمات زائد او عفوا ناقص مجموع المؤخرات يبقى تجمع المقدمات وتجمع المؤخرات وتطرحهم من بعض بيطلع الناتج عندي برقم الرقم ده لا بد ان يساوي حاصل طرح منسوب اخر نقطة من منسوب النقطة الاولى انت قريدي عملت الميزانية بتاعتك اجريت الميزانية وبعد كده جمعت وطرحت من منسوب سطح الميزان ومنسوب النقاط واشتغلت وجبت منسوب النقطة بتاعتك كلها من البداية حتى النهاية واتكدت ان الجدول بتاعك جدول سليم وعدد المقدمات بيساوي عدد المؤخرات محتاج في الاخر انك انت تعرف الشغل بتاعك ده شغل سليم صح ولا خطأ طبعا انت تعرف الكلام ده منين من القانون القانون اللي هو في التحقق الحسابي بيقولي مجموع المقدمات ناقص مجموع المؤخرات لابد ان يساوي حاصل طرح منسوب اخر نقطة من منسوب النقطة الاولى طيب ازاي يا مستر خلينا بالارقام لو انا جماعت المقدمات وطلع الناتج مثلا 10 وجماعت المأخرات وطلع الناتج مثلا برضو 12 لما ترحهم من بعض يطلع لكام 2 الاتنين دي لازم لما اطرح منسوب النقطة الاخيرة من منسوب النقطة الاولى وليكن الاخيرة 20 والاولى 18 لما ترحهم من بعض يطلع الناتج بكم ب2 بما إن حاصل طرح مجموعة المقدمات من مجموعة المؤخرات يساوح حاصل طرح منصوب النقطة الأخيرة من منصوب النقطة الأولى يبقى الميزانية عندك ميزانية سليمة طبعاً ده جانب من الجوانب اللي بنستخدمه في عملية التحقق الحسابي ولذلك أنا دايماً بأكد على أولادي وأقول لهم إن الميزانية هي التمرين الوحيد اللي بتقدر توصل أو تعرف الحل بتاعك صح ولا لا وإنت موجود في اللجنة بتاعتك طيب خلينا نروح بقى بعد ما تكلمنا بشكل عملي كده عن الميزانية وشفنا يعني إيه النقاط بتاعتي بطريقة منصوب سطح الميزان وعرفت إزاي المقدمة والمؤخرة والمتوسطات وكمان جزئية من الجزئيات اللي هي نقطة الدوران وبدأت إن أنا أعرف الكلام ده كله ونفهمه مش نحفظه زي ما تكلمت في بداية الحلقة لو إحنا روحنا مع بعض كده للشريح بتاعتنا ويبصينا على النقاط اللي هو جايبة فبيقولي هنا تذكر أن منصوب المنصوب أو الارتفاع هو عبارة عن مقدار الانخفاض أو الارتفاع عن مستوى المقارنة آه يبقى خلي بالك هنا في جزئية مهمة جدا مستوى المقارنة اللي هو حاجة سبتة أنا بقيس مدى ارتفاع وانخفاض المكان بتاعي اللي أنا بعمل عليه الميزانية مقارنة به طيب المكان ده هو عبارة عن إيه؟ عندنا في مصر مستوى السطح المقارنة اللي هو منصوب سطح البحر يعني هو بياخد منصوب سطح البحر ده اللي استندر بتاعه ده المقاس السابت بتاعه اللي لو أنا قلت أن مثلا محافظة وليكن مثلا زي محافظة الشرقية مرتفعة خمسين أو سبعين أو اتنين متر مثلا زائد اتنين طيب ده معناها إيه؟ زائد اتنين ده مقارنة بمين؟ بمنصوب سطح البحر طيب لو أنا قلت محافظة أو مكان أو الطريق ده سالب مثلا وليكن أربعة سالب أربعة ده انخفاض انخفاض مقارنة بمين؟ بمنصوب سطح البحر يبقى مستوى المقارنة اللي موجود عندي والسابت فيه إجراء عمليات الميزانية هو منصوب سطح البحر يبقى لما يجي في الامتحان وقولك عرف مستوى المقارنة أو ما هو مستوى المقارنة يبقى مستوى المقارنة هو منصوب سابت وبين قسين منستوى او منسوب سطح البحر طيب بعد كده فرق المنسوب هو مقدار الارتفاع بين نقطتين مساحيتين يبقى الفرق ما بين نقطتين مساحيتين متتاليتين متتابعتين وراء بعضهم البعض الفرق ده بنسميه فرق فرق المنسوب نقطة الضوران وده طبعا من الجانب اللي تكلمنا عليه واللي عاوزك تجاوب عليه على طول بمجرد انك انت تشوفه نقطة الضوران هي النقطة التي يؤخذ عندها قراءتين احدهم ومؤخرة والاخرى مقدمة طبعا والكلام ده بيتم عندها اجراء عملية نقل للميزان من وضع الى وضع اخر زي ما كنا رسلناها في الرسم طيب يقول لي تاني هنا المقدمة وانحنا اتكلمنا عليها في الجزء الخاص دي الجانب العملي اللي هي اخر قراءة تؤخذ قبل رفع القامة مباشرة ويسابها لك هنا مفتوحة عشان ما قلناش بقى في الوضع الاول ولا في الوضع الاخير ولا مقدمة في نهاية الميزانية يبقى انا بتعريف جامع وشامل لكل المعاني عندي والمعطيات فبقولك ان هي اخر قراءة تؤخذ قبل رفع القامة مباشرة هتكون العكس بتاعها المؤخرة المؤخرة هي اول قراءة تؤخذ بالميزان بعد اعداده يعني تجهيزه للعمل على مقطة معروف منصوبها والمؤخرة اللي انا قلتلك عليها اللي احنا بنسميها نقطة بيؤخذ منصوبها منصوبها بالراجع اللي هو عكس اتجاه اتجاه الطريق او العمل بتاعه المتوسطة من الاسم باين ان هي هتقع ما بين المقدمة والمؤخرة فبيقول لي هي القراءات التي تؤخذ بين المؤخرة والمقدمة اثناء العمل بالميزان طبعا ده شكل توضيحي كده احنا جايبينه لك عشان الجزء اللي انا رسمته في بداية الحلقة وتكلمت عليه اللي هو ازاي بيتوضح المؤخرات والمتوسطات والمقدمة وقلنا ان دي طبعا بتكون مؤخرة فبيلف الميزان واتجاه الطريق في الاتجاه ده بياخد بالعكس مؤخرة بعد كده متوسطة الخلاص عدسة الميزان ما بتجيبش فبياخد اخر قراءة اللي هي مقدمة اللي احنا قلنا اخر نقطة بيرفع عندها بيرفع عندها الميزان اخر نقطة على القامة قبل رفع الميزان بعد كده ده وضع تاني المجموعة ده على بعضها اسمها عملية ميزانية وضع اول ووضع ايه وضع تاني ومتوسطات واقعة ما بين المقدمة والمؤخرة هنا بيقولك انواع الميزانية وتذكر وخليك فاكر عشان الكلام ده هنشتغله بشكل عملي كمان شوية كمان في الترمي التاني يبقى تنقسم الميزانية من حيث الغرض الى 3 انواع ميزانية طولية اللي احنا بصددها وخلي بالك ان الميزانية الطولية لها طريقتين في الحساب طريقة منسوب سطح الميزان وطريقة الارتفاع والانخفاض الطريقة التانية او وقاسف الميزانية التانية اللي هي الميزانية الخاصة بالقطاعات العرضية وده طبعا بنطلق عليها الميزانية العرضية ثم بعد كده الميزانية الشباكية يبقى انت عارف ان الميزانية من حيث الغرض او الاستخدام بتاعها بتنقسم الى 3 انواع طولية وعرضية وشبكية ترمي الاول انت درست الطولية بطريقتين بتوعها منصوب سطح الميزان والارتفاع والانخفاض ثم في الترمي التاني ان شاء الله بتدرس الميزانية العرضية او القطاعات العرضية زي ما بنسميها والميزانية الشبكية طيب نشوف بعد كده جدول الميزانية وده اللي اتكلمنا عليه من شوية بشكل عملي على الورقة والقلم وقلت انه بيبدأ بيئة المؤخرة ثم متوسطة انا بفكرك ويئة المقدمة بعد كده 150 نين اللي مقصود بيها منصوب سطح الميزان و150 نين النون اللي هي منصوب سطح النقطة النقاط اللي هي مطلوبة منك وده الجدول او الخانة اللي انت مطلوب تجيب النقاط بتاعتها وبيبدأ هنا رسلك عمل نموزك كده فقال لك المؤخرة طبعا بمنها اول قراءة هي هتكون موجودة عندك وليه يا مستر ما حطت شانل به جنب الالف هنا لو انت حطتها هنا فمعنى الكلام ده ان الاتنين دول كانوا على خط واحد وبالتالي ما فيش فرق ما بين الاتنين لا انا عاوز اقولك ان المؤخرة ثم بعدها اتحرك المساعد بيه الامة واخذت قراءة اخرى القراءة دي اسمها بيه ثم انتقل لمكان اخر يعني بعدها بيه التوالي يبقى الف ثم بيه جاية بعدها ما هيش على نفس الخط لانك لو حطتها هنا معنى كده ان الاتنين دول كانوا متاخدين على نقطة واحدة فلازم تكون عارف الكلام ده اثناء تقسيمك في الجدول ورصدك للقراءات وتدوينها داخل الجدول عشان كده احنا جبنا الجدول وعملنا نموزك بالرموز الف بيه جين دال عشان تقدر تعرف شكل الجدول ازاي وعملية ترتيب النقاط بتتم داخل الجدول ازاي فان الاف بعدين بيه بعدين جين دول على بعض كده اسمهم وضع اخر قراءة اراها وشافها ليه دال وبالتالي حطها فين في المقدمة وكتب نقطة دوران على الرغم ان هو محطش هنا المؤخرة بس عاوز يعرفك ان هنا خلاص ده وضع اول انتهى منه حيجي اصاد المقدمة دي مؤخرة المؤخرة ده هتكون بداية للوضع الايه الوضع التاني ازا دال والنقطة الاقصادة هما الاثنين بيسموا نقطة دوران عشان هما الاثنين على خط واحد شوف الكلام ده بشكل عملي عشان نقرب شوية من اسئلة الاختبار والاسئلة اللي ممكن متوقعة وتيجي في الامتحان فبيقول لي هنا اخذت القراءات التالية بميزان عند اجراء ميزانية على محور طريق وطبعا حطت هنا بيقول لي اتنين متر تسعتاشر اتنين متر خمسين اتنين متر اتنين وتلاتين متر تسعة اربعين جاي بالقراءات ورا بعضها ما قال ليش ثم نقل الميزان ولكن حطت لي اقواصهم فبيقول لي ايه هنا في المختصر فاذا كانت القراءات التي بين الاقواص مؤخرات يبقى هو كده ادك مؤشر وعرفك ان القراءات دي عبارة عن ايه عبارة عن مؤخرات يبقى اللي هيجي بعدها متوسطات خلي بالك ده في الوضع الاول طب في الوضع التاني بدأ هنا بمؤخرة المؤخرة دي اللي هي ثلاثة واحد من مية اهي زي ما هي ظهرة امام حضراتكم كده طب دي مؤخرة اولى في الوضع قراءة اولى في الوضع التاني يبقى قبلها على طول سمح حد من ابناء الطلبة المكتد بيقول لي هتبقى مقدمة يا مستر اللي هي متر تسعة واربعين ليه لانه طبعا اهو نصب الميزان خد اراية بالراجع الاراية اللي بالراجع دي اسمها اثنين متر تسعة عشر خد متوسطة خد كمان متوسطة معاتش شايف هيتطر انه ينقل الميزان خد القراءة الاخيرة دي اللي هي متر تسعة واربعين يبقى المتر تسعة واربعين مقدمة والقراءة دي كلها على بعضها كده اسمها وضع اول ثم نقل الميزان واخذت المؤخرة او القراءة الاولى ليه بين الاقواس دي هتبقى مؤخرة في الوضع التاني بعد كده متوسطة بعد كده متوسطة كمان اراية تاني وحقين الميزان يبقى القراءة اللي قبل المؤخرة هتكون عبارة عن مقدمة وبعد كده خد مؤخرة خلاص الطريق انتهى واخر نقطة عنده خلي بالك انا قصدها ان انا ما جيب لكش متوسطة ما بين المقدمة والمؤخرة اللي موجودين دول خد مؤخرة وارد جدا ان الطريق خلاص هينتهي وتكون دي اخر قراءة موجودة عنده فما يكونش فيه متوسطات فما تجيش تقول لا ده السؤال ناقص وليه ما جاب ليش قراءات متوسطة يا مستر فطبعا ده وارد في الاختبار بتاعي او في الواقع حتى في اجراء الميزانية فبيقول لي هنا ايه اذا كان منسوب النقطة الاولى 30 احسب منسيب النقط ونحدد لك بطريقة منسوب سطح الميزان طيب هنا انا عملنا شكل كده توضيحي اوه عشان نوضح تاني بشكل اكتر ده الميزان خد اراية بالراجع وجبنا الارقام الحقيقية اللي موجودة في المسألة اللي هي اتنين متر تسعتاشر وبعد كده هيكمل في اتجاه الطريق خد اتنين متر خمسين بعد كده اتنين اتنين وتلاتين بعد كده خلاص اخر قراءة اللي هي متر تسعة واربعين دي هتبقى مقدمة بالنسبة للوضع ده نقل الميزان وجابه النحيات عشان يكمل الطريق فياخد قراءة بالراجع والسهمة هو بالراجع يبقى القراءة دي او النقطة دي عليها قراءتين واحدة من الاتجاه ده واحدة من الاتجاه ده اللي هي متر تسعة واربعين مقدمة وتلاتة من مية مؤخرة والنقطة دي على بعضها كده نقطة الدوران ثم بعد كده استكمل الطريق بتاعه في الاتجاه وصولا الى اخر قراءة عنده اللي هي تلاتة متر واحد وتمانين هتبقى مقدمة يبقى اخر قراءة في الميزانية مقدمة واول قراءة في الميزانية مؤخرة واول قراءة في كل وضع عبارة عن مؤخرة واخر قراءة في كل وضع عبارة عن مقدمة. ده مختصر الجزء النظري. طب هنا بيقول لي وده الجزء اللي اتكلمنا عليه بشكل عملي ما احنا قلنا هاتفقنا ان احنا نتكلم بشكل عملي معملي ثم نرجع للسلايد بتاعنا والشرائع عشان نتأكد من الكلام بشكل نظري. فبيقول لك للتأكد من رصد القراءات في الجدول لازم عدد المقدمات يساوي عدد المؤخرات وقال لك انهم ثلاثة. طب تعال نشوف كده الجدول بتاعنا عمل الجدول اهو وبدأ يحط المؤخرات والمقدمات والمتوسطات والمقدمات في الجدول ويدوينها طب نعد كده مع بعض المؤخرات اده واحد اتنين ثلاثة والمقدمات واحد اتنين ثلاثة بما ان هنا ثلاثة وهنا ثلاثة يبقى عملية التدوين داخل الجدول ودي من اهم العمليات اللي بنكد عليها ودايما بلفت نظر ابنائي الطلبة لها خليك دقيق في عملية تدوين الجدول لان ده الاساس اللي هيبدأ بعد كده تكمل عليه الباقي الميزانية واذا قراءة من دول تحطت في الخانة الخطأ بعد كده كل اللي هيجي بعد كده من نواتج هتكون نواتج خطأ وتبقى انت وقعت فيه خطأ كبير في الميزانية هيؤدي بيك فيه الاخر لطبعا حصولك على درجة اقل من زملائك رغم من الخطأ بسيط فلازم نكون دقيقين ونكون حرصين في عمليات التدوين هنا كده بدأ المؤخرة واخد المتوسطات ثم المقدمة جات قصادة على طول نقطة دوران اللي هي تلاتة متر وواحد اللي اتنين دول على بعض سماهم نقطة دوران ثم استكمل بعد كده باقي الترتيب بتاعه في الميزانية ولو لاحظت هنا ان اخد مؤخرة وراها على طول مقدمة ما فيش فرق ما بين الاتنين متوسطات ما بين المؤخرة اللي هي في الوضع ده والمقدمة مؤخرة جات وراها مقدمة على طول طيب بعد كده ايه المطلوب منك حتى منسوب النقطة الاولى اللي هي عبارة عن كام عبارة عن تلاتين هو بقى بعد ما انت عملت الجدول كده محتاج منك ايه محتاج انك انت تدون مناسيب النقطة تجيب مناسيب النقطة وتحسبها في الجزء ده يبقى دي الخانة الخاصة بمناسيب النقطة اللي انت هتجيبها وحنشوفها هتيجي من ايه طيب عاوز هنا عملك علامة بيقولك ان ده وضع اول المجموعة دي على بعضها وضع اول المجموعة دي على بعضها وضع تاني المجموعة دي على بعضها وضع تالت وان كان خالية وان كانت خالية من المتوسطات دول مجموعة اوضاع يبقى انت عندك تلات اوضاع موجودة في الميزانية اللي قدامك اول انت بصدد اجراء حساب مناسيب النقاط لها طيب نشوف بعد كده هنا بيقولك لإيجاد منسوب سطح الميزان عشان تجيب منسوب سطح الميزان وده اللي تكلمنا عليه بنجمع منسوب النقاط زائد المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان طب بعد كده عشان اجيب منسيب النقاط لو حد من ابنائي بيكتب وراي جبنالك الشريحة عشان تكون واضحة وتقدر تسجل عشان اجيب منسيب النقاط اللي انا قلتلك ده انت مجبر او ملزم انك انت تحسبها اجيبها منين بطرح منسيب المتوسطات او قراءات المتوسطات والمقدمات من منسوب النقاط بيديني منسوب من منسوب سطح الميزان بيديني منسوب النقطة طيب لو بصينا كده مع بعض بشكل عملي اهو بجمع اللي هو منسوب النقطة 30 اجمعه على زائد المؤخرة الاولى بيساوي اهو منسوب سطح سطح الميزان يبقى انا جمعت النقطة اللي هي 30 على ال 219 بيديني منسوب سطح الميزان عشان بعد كده هبدأ ان انا اطرح من المتوسطات اللي موجودة امام حضراتكم دي من منسوب سطح الميزان يديني النقطة والمتوسطة دي من منسوب سطح الميزان يديني النقطة زي كده بالزبط زي ما هو ظاهر امام حضراتكم في الشريحة اللي موجودة دي بطرح المتوسطة اتنين خمسين من 62 و69 طب ال232 جت منين جت طبعا من حاصل جامعة 30 على المؤخرة الداني 2319 اطرح منها المتوسطة الاولى بيديني منسوب النقطة رقم اتنين بترح النقطة اللي بعدها هي 2 متر 33 من 3219 بيديني النقطة اللي بعدها واطرح من المقدمة من منسوب النقطة بيديني النقطة اهو اللي بعدها اللي عليها الدور بعد كده في النهاية ببص ان انا وصلت لمقطة النقطة دي اسمها نقطة دوران طب النقطة الدوران جات منين او انا عرفتها ازاي عرفتها ان عندي مقدمة وصدها على طول مؤخرة فبعمل ايه لما توصل لمنسوب النقطة دي اللي موجودة دي كل اللي عملته في البداية فوق بتعمله عندك وكأنك بتبدأ الميزانية من اول وجديد طب من اول وجديد ازاي بجمع منصوب النقطة عند نقطة الضوران بجمعها على المؤخرة الموازية لها او الاصادة في الجدول بتديني منصوب سطح ميزان جديد بعد كده بستكمل اطرح المتوسطة زي ما عملت فوق بالزبط اطرح المتوسطة اتنين واحد وخمسين من تلاتة وتلاتين واحد وسبعين يديني القراءة اللي بعدها ثم بعدها لو فيه متوسطة تانية ولكن عندي هنا كمان نقطة الضوران جات بسرعة هي ما فيش فرق ما بين الاتنين دول غير متوسطة واحدة اللي هي اتنين واحد وخمسين اتنين واحد وثمانين اطرحها من منصوب الميزان اداني منصوب النقطة منصوب النقطة صادف معايا عنده نقطة ايه نقطة الضوران يبقى برضو هعمل زي ما عملت هنا في نقطة الضوران دي وزي ما عملت في البداية هجمع منصوب النقطة الموازي للمؤخرة على المؤخرة اللي موجودة دي هيديني منسوب سطح ميزان جديد اللي هو 3256 اطرح منه بعد كده المتوسطة مفيش متوسطة ده كانت على طول بعد النقطة المؤخرة لو تفتكر اللي هو في الوضع الثالث جي وراها مقدمة على طول خلاص مفيش مشكلة يبقى انا هطرح المقدمة من منسوب سطح الميزان يديني منسوب النقطة الاخيرة اللي هي 2847 بجمع المؤخرات ما تنساش بجمع المقدمات عشان هترحهم من بعد ال 96 من 18 هيطلع ناتج الناتج ده لابد ان يساوي حاصل طرح 2847 من 30 عشان اجري عملية التحقق الحسابي زي ما نشوف كده بيقول لي مجموع المؤخرات ناقص مجموع المقدمات لابد ان يساوي حاصل طرح منسوب اخر نقطة ناقص منسوب اول نقطة محتاج طبعا انك انت تدون الكلام ده ويتسجله عشان عملية استرجاعه تكون سهلة زي ما تكلمنا عليه بشكل عملي انت محتاج كمان انك انت تكتبه وتحفظه بشكل نظري للسيسكار طيب اذا بما انك كتبت كده فيه عملية التحقق وده الكلام ده انت هتكتبه في نهاية الجدوة يعني لازم تجري عملية التحقق لان ده تحقق حسابيا مطلوب منك فيه الميزانية هو طلبه اساسا منك من ضمن طلبات الميزانية زي بالظبط ما طلب منك انك انت تحسن منسيب النواط قالك ثم يتم او اجراء او يجرى او لابد من اجراء العمل حسابيا تحقيق العمل حسابيا طب تحقيق العمل حسابيا هاجريه ازاي مستر انت خلصت الجدول بتاعك واتطمنت ان عدد المقدمات بيساوي عدد المؤخرات وجبت منسيب النواط اللي هي مطلوبة منك خلاص تمام طب انا عاوز اعرف بقى الجدول بتاعي صح ولا غلط يبقى اجي كده تحت باكتب ثانيا اجراء العمل حسابيا مجموع المقدمات يساوي رح كاتب المجموع بتاعي اللي هو كان 6 متر وكام وتسعين مجموع المؤخرات او مجموع المؤخرات يساوي 6 متر وتسعين طيب مجموع المقدمات اجمع المقدمات 8 متر و 11 بعد كده اطرحهم اللي اتنين من اين من بعض طيب اكتب كده خطوة تانية يعني بعد كده الخطوة اللي بعدها اولي منسوب اخر نقطة يساوي كذا اكتب الرقم بتاعي اللي هو كان 20 47 ناقص منسوب النقطة الاولى اللي هو كان 30 واطرح اتنين من بعض واشوف اذا كان الناتج بيساوي الناتج هنا اللي هو حاصل طرح مجموع المقدمات من حاصل طرح مجموع المؤخرات لما ترحمل اتنين من بعض ساوى منسوب اخر نقطة ناقص منسوب اول نقطة يبقى الميزانية عندك ميزانية سليمة وتبقى انت كده عرفت ان انت واخد الدرجة النهائية في جدول بتاعك في الميزانية اللي انت اجرتها او جبت منسيب نقطة بطريقة منسوب سطح الميزان طب ايه اللي طمينك وانت عرفت منين من اجراء العمل ايه حسبيا طيب نشوف مع بعض كده الارقام مجموعة المؤخرات 695 ناقص مجموعة المقدمات اللي هو 8 متر وكام و10 طلع الناتج بكام بـ 1 و 16 من 100 طيب هنا منسوب اخر نقطة ناقص منسوب النقطة الاولى 28 و 74 لما طرحتها من 30 طلع الناتج 1 و 16 يبقى انا وانا بصحح لك او بقيم لك الميزانية لازم اشوف الرقامين دول زي بعض عشان اتطمن ان انت اجريت الميزانية بشكل سليم اذا ادي لك الدرجة بتاعتك درجة كاملة وابقى انا كده اتطمنت ان انت اجريت الميزانية بشكل ايه بشكل سليم وصحية جزئية من الجزئيات اللي بنتعرض لها في التساؤلات بتاعتنا او بدأنا فيها في الجزء الاخير كانت الميزانية العرضية ودي ان شاء الله او القطاعات العرضية دي بداية حلقاتنا بأمر الله تعالى ان شاء الله في الترمي التاني نستعرضها مع بعض ارجو ان شاء الله ان يكون قد وفقت في توصيل المعلومة لحضراتكم بشكل ميسر وسهل وسلس على امل اللقاء بكم ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته